بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد نواصل اقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وما زلنا في موضوع سؤال الخلق قال رحمه الله وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به بخلاف سؤال أهل العلم فإن الله أمر بسؤال أهل العلم كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وهذا لأن العلم يجب بذله فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وهو يزكو على التعليم ولا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل ولهذا يشبه المصباح وكذلك من له عند غيره حق كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل القرية وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه وكل من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه فالبائع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع ومن هذا الباب قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به والمسؤول مأمور بإجابة السائل قال تعالى وأما السائل فلا تنهر قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال تعالى فكلوا منها واطعم القانع والمعتر ومنه الحديث إن أحدكم يسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا فقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل وهذا في حقه من فضائله ومناقبه وهو واجب أو مستحب وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه إلى أن ذكر الشيخ رحمه الله أن من آداب المعطي والمنفق أن لا يمن بعطائه ولا يطلب من المعطي جزاء على ذلك من الخلق قال ومن الجزاء أن يطلب الدعاء قال تعالى عمن أثنى عليهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والدعاء جزاء كما في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله وقال بعض السلف إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لوجه الله يبتغي به وجه الله لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره لا من نبي ولا رجل صالح فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودين الإسلام مبني على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان فلما كانت شريعة التوراة محكمة صار العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله له من واجب ومستحب فليس بمسلم ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين إلى أن قال رحمه الله فكل ما يفعله المسلم من القرى بالواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال هو مأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين لا يطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد فيه ثلاث مفاسد مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك ومفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق ومفسدة الذل لغير الله وهو ظلم للنفس ثم ذكر الشيخ رحمه الله طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له لما أراد العمر وأجاب عنه بأن طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه وهو صلى الله عليه وسلم ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به ومن قال لغيره من الناس ادعو لي أو لنا وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا من السؤال المرجوح وأما إن لم يكن قصده إلا طلب حاجة لم يقصد نفع المطلوب منه فهذا ليس من المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله وهذا كله في سؤال الأحياء وأما سؤال الأموات فليس بمشروع ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولستحب ذلك أحد من سلف الأمة لأن ذلك مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة